الصورة اللي بعدها بقى هنفتح باب مهمة في حياة البيبي وهو المغص دايما يقولك البيبي بيعيط لكذا يعني ثلاث أسباب محدودين يا إما مش متغير يعني مش متغير له يا إما جعان يا إما ممغوص فالبيبي تلاث أسباب الرضاعة البيبي الرضاعة مش بكنا على البيبي الكبير لا لا الرضاعة احنا نسمهم ثلاث مجموعات مش ثلاث أسباب قول لنا المجموع الأولين بيسموه احتياجاته طفل هو ده عايزي حران جعان عايزي يشريد غير الحفاظ عايزي تشيل الجو سقع جوح دي لغة الطفل الأم بتعرفها في شهرين ثلاث شهور جميل الجزء الثاني من الأسباب بيسموه بكاء مرضي يعني عنده التهاب في الحفاظ مش بيغير الحفاظ بس لا وعنده التهاب وموجوعة في ألم يعني عنده أي ده اسمه ايه بسبب مرضي والمرض ده فيه جزء بس لو الطفل عنده حسية قلبان برضه من الأسباب من الأسباب المرضية من ضمنها المغس بزبط الجوز التاري بيسموه بكاء وظيف وده معظم الحالات يعني من نسبة كبيرة وظيف يعني مش مرضي بكاء ليلي حتى كانوا بيسموه سمان بيسموه عياط الميت يوم أو بكاء الميت يوم لكنه طبعا ممكن يوصل لغة ستة شهور مش ميت يوم يعني بعيط من غير السبب بيسموه بكاء ليلي بزنان بقى بالزبط بكاء ليلي بكاء ليلي غير مبرر لوش سبب يعني عاملين كل حاجة وخد دواء مغس وشيلنا وغيرنا وردعنا وكل حاجة وبيعاية دي جينات بقى يا دكتور مهلا مش جينات الأم زنانة يبقى كده زنانة بترميلة بكاء ليلي غير مبرر بيطفل لو تحرك كتير يسه يهدى ده بيسمع الحركة المنتظم أو الصوت المنتظم لو خرق غازات تحس انه هيده وبقى يرجع يعاية تاني لو خرجت بيه في الشارع يهدى وينام زهيان يعني فبيعاية هو مش معروف سببه إلا الآن فهو ده بيسموه بكاء وظيفي بصراحة أنا بحمد ربنا أنا أولادي الاتنين ما مردش بيهم بالقصة يعني عياد بيكون فيه سبب ما هو ده خليباك هو حاجة وقتية علاجه حاجتين الصبر إن الأم تصبر وإن الطبيب بيعمل رئي أشورانس أو طمأنة للأم هو كويس وزنه كويس ما عنديش مشكلة مرضية فيه يعني إهنا بس إيه إيه ديه هيبقى كويس لأنه لو خد كل أدوية المغس الموجودة في الصادة برضه مش إيه ده هو بكاء غير مسبب ليلي مالوش أي سبب خالص بياخد من دقايق ممكن ياخد ساعات نعم ماشي نجي بقى للمغس ليه البابي لما بيتولد بيتعرض لمغس شديد هل هو عشان دي أول حاجة لسه أول كام يوم مش متعود جهازه الهضمي على الأكل والشرب الحضمي لكن الرضاع الخطيئة يعني رضاع كتيرة مثلا تعملوا مغس أو رضاع الولاي أو رضاع الخطيئة أنه بيبلعها أو أدوية معاينة بتاخدها الأم أو أكل معاينة بتاخدها الأم ده ممكن يساهم في الرضاع في البوكاتور يعني كأسباب المغس نحن نكلم تحديدا لكن هي المجموعات زي ما قلنا هو مجموعة لغة مجموعة مرضية دي بتاعت الدكتور اللي بيكتشفها ومجموعة غير مسببة تحديدا في المغس في ناس تقولك اللبن الصناعي هو اللي بيسبب المغس لكن اللبن الطبيعي ما بيسببش رأيك إيه في الكلام ده نسبة حدوث المغس في اللبن الطبيعي أقل كثيرا من اللبن الصناعي نعم وفي بعض الألبان الصناعية موجودة الأطفال عندهم الطرابات في الجهاز الهضمي أو عندهم ارتجاع أو عندهم إمساك أو عندهم إسهال كل ذا لأنواع معينة لكن لا ترتقي للرضاع الطبيعي لكن رضاعة طبيعية إمتى بتعمل مغس لما تكون فيها خطأ زي ما الأم مثلا واكلة حاجة خلط حاجات خطأ في الأكل أو أكل كتير رضاعة كتيرة يعني أو رضاعة قليل وضع البيبي أثناء الرضاعة هل بممكن يسبب أنه يجي له مغس أو لا طبعا يعني ممكن نمسك لوكا يلا لوكا وحشنا زكي لوكا أول طالع النهاردة هو في 2020 فراجنا وشه بس فأنا عارف بأتخدم إيدي دي مين زكي لوكا طيب إحنا دايما الأم عندها مشكلة في الرضاعة أنها بتقبل كده الطفل أهو بيتشال كده بصي الرقبة تلفت فبقى رقبته موجعية آه مش معتادلة كده فكده يروح إيه يبقى في صعوبة في الرضاعة ويبلع هوا كأن واحد بياكل هو عامل كده التعذيب ده صحيح التعذيب ده صحيح إحنا لازم اتجاهه كده يبقى كده وبنرفع راسه شوية يبقى مواجه كده بإدراع الأمة بيترفع بمخدع بخضنه أهو كده والنقطة كمان إن إحنا يعني ساعات أمة تقولي هو بيردع من السادي اليمين ومارضعش من السادي الشمال لا خلاصة هو 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 سين هو على السادي اليمين كده باش عايفة تردع من دايما بيتروح لفها على ناحية تانية ترفع كده لا إحنا ممكن نقولها هي سيتي في حركة ألطف خالص طبعا دي أوضاع في الرضاعة ممكن بنكلم عليها تاني إن شاء الله هو مرتاح في الناحية دي هل ليه في الناحية دي هو مرتاح في الوضع ده يبقى اتجاهه كده